اشتركوا في القناة اهلا بيك وحديلا بسلامتك الله يسلام بك اه اه انا مرضيتش حالي لك المفاجأة انت بيترحب بيه اه بزبط كبه اه بزبط كبه طبع عايزين حالي المفاجأة ايه يا بقولوا انك ضد الاهل والاهرام ضد الاهل وبتاعه مين عليك كلام الكلام اللي حصل الكلام اللي حصل الاهرام والاهلي يعني طول عمرهم توقم بزبط اه طبعا والاهرام على فكرة برضو لازم نقول كلمة حق يعني شوفت انت اللي بتدفعه هو اه طبعا عكس انا بتكلم بالنيابة عن استاذ محمود ليه هو موك يبقى في حرج لكن الاهرام كان له دور كبير جدا 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 في مساندة النادي الاهلي خلال السنوات واللي يقول غير كده باناكر حاجة واضحة زي الشمس وكان الحقيقة تنظيم محترم ورعاية محترمة جدا فيش كلام يعني واحنا بنقول ان احنا المؤسسات صحفية سواء اخبار اليوم او الاهرام او اه دار التحرير الجمهورية يعني والاصدارات يجب ان اللي بقى لها دور مهم جدا اه يعني افضل من الاعتماد على الشركات الخاصة يعني ده بالتأكيد مؤسسات وطنية مؤسسات وطنية بالزبط يا سيد محمود يعني مؤسسات وطنية ويعني مية في المية تبقى مصلحتها في الاول وفي الاخر مرتبطة بالنجاح هذه المؤسسات برضو الوطنية يعني سيد محمود لا طبعا هو طبعا كلام بص انا كلام على مدار الفتر اللي فاتت هناك من يحاول انه يقنع جمهوري الاهلي بان الاهرام ضد الناد الاهلي هذا كلام من وحي الخيال كلام مش موجود انا حابب اخذ رأيك يعني برضو منخلبرنا مجنان لا كلام مش موجود وان انا اصلا اصلا وانا كمان اضد الناد الاهلي خالص ده بعد العمر ده كله على ايدك يعني على ايد سفريك والريس موجود وقال له استيس جمال ده يعني اخويا الكبير وانا بدأت رحلتي معاه وهو طبعا كان يعني 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 قيمة كبيرة وما زاله سازل قيمة كبيرة بالنسبة لي فيه حتى لما رحت الناد الليل كان هو موجود واشتغلنا مبعض فترة يعني كبيرة جدا وتعلمنا فما ينفعش باعد اقول له عشان فيه خلاف في وجهات الناس دولايات يقول لك الاهرام عم لحم انا باكرر وباورد برضو تاني على الناس اللي بتنفس بتعيد نفس الكلام اللي عنده دليل يستطيع ان يقدموا ان الاهرام ضد النادي الاهلي يقدموا كل ما حدث هو رد على اساءات وتطاولات من مسؤولين داخل مجلس الادارة ضد اولا ما حدث من تطاول على صحيفة الاهرام المسايا عبر موقع النادي الاهل ونشر صفحة بالكامل حامل اساءات كبيرة جدا ووصفت صحيفة الاهرام المسايا بانها تكتب صحافة صفراء طب عندما توصف الاهرام واصدرتها بالصحافة الصفراء يعني مين هيكتب صحافة يعني يعني عوزفها من اللي كتب البيان ده كتبوا ازاي طيب بالنسبة للاهرام اليوم وطالب القائمين على مجلس دارة النادي الاهلي انه يبدأوا من عندما تولى المجلس المسئولية حتى ما قبل ازمة البيان الشهير في شهر مارس واتحدى اي حد يثبت انه الاهرام وانا بصفتي مسؤول عن تغطية اخبار النادي الاهلي حجم التغطية ونشر الي كان عن مجلس الادارة وعن العامل الموجود داخل الاiguاء او فريق الكورة وحتى هذه اللحظة نحن لا نستطيع اه او نسمح بالتطاول على فريق الكورة في النادي الاهلي لكن هناك محاولة ابتزاز محاولة تشويه للضغط مصالة عقد الرعاية الاهرام خسرته دي قضايا أخرى في لها قدرت الأهرام لكن نقول لك صفقة الإعلام بالإعلام وكانت الأهرام للإعلام جزء أصيد يتجزأ لكن عايز أقول لك انظر على يد محضر للأهرام الحق الأهرام تسأل الله خطاب كلام غريب جدا وكلام يعني خطاب إيه لتسيل يعني هي بالكلام ده وبعدين يا جماعة دي الأهرام برضه الأهرام 40 سنة من العلاقة بين مع النادي الأهل هيجي مجلس إدارة دلوقتي من النادي الأهلي ومهندس محمود طهر مش عارف أنا حزين جدا انه تصل الأمور طيب الأهرام مش هي دي اللي وقفت في الانتخابات الأهرام دي مش هي يعني مش عاوز أتكلم بس أمور اللي أستطيع يعني أتحدث بها على الهواء يعني مش مصرح بي أن أتكلم فيها لكن أنا عايز أقول لحضرتك علاقتنا بالنادي الأهلي لن يستطيع أحد مهما كان تولى الإدارة في النادي الأهلي مجلس الحالي أو غير مجلس الحالي ننس لأحد أن يفك هذا الارتباط ارتباطنا بالنادي الأهلي ارتباط قوي كل الدعم للنادي الأهلي هناك خلفات في وجهة النظر وأعتقد أن الجمهور له أعين وله آزان يسمع بها ولسان يتكلم به يستطيع أن يميز من يهاجم النادي الأهلي ومن يريد اللقاء بالنادي الأهلي في ظل حجم المشاكل والإشاعات التي بدأت تضرب النادي في كل شيء والكل يرصد ويتابع ستبقى علاقة الأهرام بالأهلي أقوى من أي شخص الله علي أنا مش حقا بنا سيد جبال لا أنا باختصار شديد برضو عايز نقطة بالنسبة للمراكز الإعلامية في الأندية ليس دورها مهاجمة الصحف الوطنية أو الدفاع ممكن تدافع بمعنى أنها توضح الحقائق بزبط مش أنها هي اللي تشن هجوم وبعدين بقى فيه برضو حاجة ملحوظة جدا النادي الأهلي ما كانش فيه الظاهرة دي قبل كده لها ظاهرة تسريب الأخبار أو أخبار معينة لحين استطلع أو جس نابد الراهي العام طعم كده بخيري في الشرق يعني لما يطلع تسريبة من داخل النادي الأهلي عن إقالة على عبدالصادق ليلة مباراة الترجي يعني قبلها بيوم وبعين يتردد أن هناك بعض الأشخاص اللي هم لهم علاقات بالإعلام داخل النادي ده شيء مش طبيعي النادي الأهلي لو نتذكر منو الجوزيء أول مرة جيه ما كانش حد قادر في مصر كلها يعرف من هو المدرب القادم للأهلي لدرجة أن أنا جالي مكالمة تلفونية من زميل إعلامي تونسي يعمل في الإمارات في القناة العربية بيقولي أخبار النادي الأهلي مين اللي جاي يدرب قلت له الله الآلي متكتن ده أول مرة خالص أول في نواحد أول مرة خالص أول في نواحد أول ما اسم جوزيه منويل أو منويل جوزيه اتطرح فقال لي قلت له الله ما حدش عارف خالص والنادي الأهلي عادة لا يعادة يفاجئنا بالقرار بعد بيكون درسه وخد كل أبعاده ويتحمل المخاطرة بعد ما يعلن يعني كان فيه اتجاه كده جوهر نادي الآلي إن أنا حتى لو جبت مين هفضل وراه هفضل سندو فقال لي لأ لعلمك بقى أنا قريت في أحد الصحف ده الزميل اسمه زفرالة المؤذن تونسي هو قال لي لأ أنا عن طريق بعض الصحف البرتغالية والأسبانية فيه كلام عن إن حتى الهالي كده جوزيه مانويل هو المرشح لتدريب النادي الآلي وقطعوا شط كبير اللي أنا عايز أقوله إيه إنه ما ينفعش إنه يبقى فيه انفصال بين الجهاز الإعلامي للنادي ومجلس الإدارة يجب أن يكون الاتنين بيشتغلوا في اتجاه واحد يعني لما كان موجود زميلنا العزيز جمال جابر وحاليا مفكورة لما كان موجود في المركز الإعلامي مع احترامي صلاح يحيى طبعا طبعا لكن هو يمكن جمال جابر خد خبرات كبيرة في هذا المجال وكان على فكرة لما يحصل أي مشكلة أحكي لك حكاية سريعة جدا أيام أنا سفرت معامل مباراة النجم السحلي كنت موفد من أخبار اليون كنت موجود معك رئيس بالزبط كده فلما رحنا هناك حصل بعد مباراة بعد التدريب الأخير أنه كان فيه اللي هو المؤتمر الصحفي اللي بيتعامل قبل الميران دا قبل الميران دا اللي هو أوصى بيه الاتحاد الأفريقي اللي هو مدربوا لعب فالكابتن فاتحي مبروك لا يا ربي بعد ولا قبل 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 المبرأة فالكابتن فاتحي مبروك لقى أنه الراجل فعوز البنزيرتي مش هو اللي جه فاللي جه مين مدرب مساعد اسمه مش عارف إيه يعني حدي يعني فإحنا قلنا للكابتن فاتحي ما تجيش لأن الموجود لا يسويك يعني فإحنا احتراما نشوف إحنا كبعثة إعلامية طبعا طبعا إحنا مش طالعين تابع النادي بس إحنا احترامنا لأي إنسان مصري طبعا يخلينا برضو نحافظ على صورته أكيد فاللي حصل إنه ما حضرش وجي كابتن أحمد أيوب حضر مهم خرجنا من المؤتمر فحصل أحد الزملاء الإعلاميين التلفزيونيين عمل مع كابتن فاتحي لقطة فبعض الزملاء الصحفين زعلوا طب إحنا ريحناك من الكلام وحفظنا عليك فإزاي أنت تدي حوار لحد تاني فعارف مجرد إن زميلنا العزيز جمال جبر حسب إننا مدقيين ومرافق لفريق الكورة يا دوبك عبال ما وصلنا القتيل كنا في المعارة أعملكوا قاعدة مع الكابتن فاتح لأ ده أنا لقيت الكابتن على عب صادق بيقول لي الكابتن فاتحي مبروك يا جماعة جاهز عشان يقعد معاكم كويس بناء على رغبتكم صح فقلت له على فكرة إحنا مش مصررين قوي على كده اللي أنا عايز أقوله إياها يا سيد محمود إنه لابد أن يكون هناك تكاتف وخصوصا لما تبقى في مهمة قومية فأنت تشتغل كمنظومة عمل وفي قوي بالفعل بعد العشاء جي الكابتن فاتحي وقعد معنا وعملنا شغلنا اللي إحنا عايزين من كل حالة فالمنظومة فيها أشياء جيدة لكن قبل ما يتم إقالة كابتن واي الجمعة أو قبول استقالته بالمعنى الشيك كان في خلاف حد حسب معلوماتي أنا بين كابتن واي الجمعة وبين كابتن علاعب صادق لوجود تدخلات ما واخبالك إنه في حد من اللي بدير في حد بيتبنى مثلا كابتن وائل في مواجهة كابتن علاعب صادق طيب هما الاتنين في النهاية هما بيمثلوا مركب واحدة يعني واخبال حاجتك فالقصص دي كلها لما تتكتب يقولك الناس بتقلف لا الناس ما مش بتقلف بالعكس إحنا فيه أخبار كتيرة جدا نظم حمود ما بنعرفها وما بنكتبهاش سواء في الآله أو في الزمال على فكرة لأنه ليس كل ما نعرفه ونكتبه لأنه ممكن يهد الدنيا بالضبط من الناس المهتمين بالناد الأهلي وانا عدت برضو تقريبا عشر سنين غط نشاط الناد الأهلي كمراسل شايفي نواق الجمعة اتحرق هم حرقوه ما يستنوش عليه ما يدلوش الفرصة أنه يبدأ واحدة واحدة مساعدة لعلى عبدالصادق ثم بعد كده يبقى مدير كرة على غرار النجوم الكبار لأبل كده يتولى المنصب لا هو بتبقى عن مسألة ظروف يعني ظروف كابتن واقل اللي رشحه للمنصب ده كابتن عبدالصادق وتولى المسؤولية واقل أنا لا أختلف عليه كإنسان بره الملعب وجوه الملعب صراحة شخصية تاريخ لا لكن عاوز أقول اللي حصل في الفترة دي شيء غريب جدا بعدما تحولت المسائل إلى صراع وحصل نوع من تجاذب كل واحد بيحاول يثبت أنه هو ونقلت صورة لرئيس النادي وبدأ الاتصال برئيس النادي عبر رسائل على الواتسهاب الكل يعبر كل واحد بقى ينقل صورته بقى عندي مشكلة ها لا عندي مشكلة عندي مشكلة ده عندي مشكلة الكلام ده مش موجود في الأهل في حاجة اسميها مشرف على الكرة بالضبط مدير كرة تحت مشرف على الكرة على ده بيزا كان على أمسا ده هو ده رشح واقل من فين جاء من أين قتل خلاف يقول لك لأ الصعراء كان خانق واقل مش بيدي له فرصة طب ما هي المسائل بتيجي ايه برا هو لما جيه سينا بحفيز مسك مسك مرة واحدة ولا خد فترة مع لجنة الكرة اكتسب خبرات وقابل كده الأكديمية مانا بقول لك هو خد مع فريق الكرة يعني فيه تنسيق ده نعم ده يقول لك ايه فيه أطراف داخلت للأسف تسببت في الحالة التي وصل إليها واقل جمع فيه مسألة شحن وفيه مسألة البحث عن دور والاستعجال في أخذ مكان رغم أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي أيضا بأمانة جديدة أنا كنت يعني رغم أن أنا سئلت في أحد البرامج وانتو لو كان بعد واقل جمعة ما عمل الحوار آآ الشهير إسلام صادم مع زميننا إسلام صادم إسلام صادم لو انتو قلتو يعني البركاته بتحيل بشكل طبيعي آآ انتو لو قلتو لأ 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 خدوش قدو لأ أنا كنت وجهة نظر في إيه وجهة نظر إنه آه الأهلي بياخد قرار سريعي لكن كان الأولى للأهلي مقبل على عبرات النجم الساحلي كان يسافر واقل جمعة والعائب الاتنين ها يسافر لو قل الجمعة أيها وبعد ما يرجع لو قل الجمعة يكون قرار بزبط اللي هو صدر ليه أنا بتكلم على مصلحة الفريق مصلحة العامة مصلحة العامة في الوقت ده بالذات فأنا عايز أقول إنه للأسف فيه سوق حظ وشكله كنت لو قل الجمعة عمرا بقول لحق فيه سوق حظ آآ الخروج اللي تم آآ بيه لو قل بصراحة يعني أنا كنتش أتمنى إنه هو يعني آآ يتلقى يعني اسمه كبير وتاريخه واحد من أهم نجوم بس عزولك على حاجة عزولك على حاجة هو ده كان درس درس قاسي بالنسبة لي والعمل في الآهلي آآ بصراحة مسهل يعني بتطلب آآ لكن آآ أنا شايف إنه مناخ آآ للأسف جديد على النادي الآهلي في أشخاص على فكرة في أشخاص بتلعب أدوار من وراء السيطار آآ عواقبها ليست في صالح الآهلي وخيمة في الفترة الحالية ومستقبلا أنا عارف فوجه منه إذا لم يتدخل مجلس الإدارة بالكامل لإيقاف هذه أولا انتشار ظاهرة الإشعاعات الشائعات المتكررة أولا استعداء بعض العناصة على بعض ده بصورة متكررة يتم الهجوم على علاقة أبتصاد بصورة متكررة بصورة يعني أصبح الأمر إزاي علاقة أبتصاد يمشي يعني قضية إزاي مشي علاقة أبتصاد من النادي الآهلي مع كامل احترام وهو يعني أنا برضو يعني أنا أخط حلاج بس في الكلام ده أنا كنت بقرأة صحيحة نهارين برح وقارت خبر إن الكابتن علي عبدالصاد بيطام إن الكابتن فاتح أمروك أنا عطرت على الصيغة قلت يا بطم أمرت إيه طيب ما تشاهده مشي يعني تفاهم قصدي يعني برضو الصيغة أو الأخبار بتطلع بيبقى فيها برضو يعني كلام مش مزبوط آه هو في نقطة بس مهمة إنه هل اللي هيرايح الدنيا إن علي عبدالصاد يمشي هو ده اللي هينهط بالكرة في الأهلي يمشي مش دي القضية خطر القضية زي ما أشار كده الأستاذ محمود إلى إنه آه يعني أنا عايز أقول ليلة الإشاعة اللي تم فيها آه إعلان إن كابتن زيزو هيمسك بدلا من آه علي عبدالصاد آه أنا كنت في قناة تانية آه مع كابتن محسن نوحي طبعا الإعلامي القدير وآه فجأنا بتليفون من أحد الزملاء الصحفيين بيطلب عمل مدخلة إنه في خبر عاجل خبر عاجل إحنا على هوا يعني وعندها تلفزيون الدولة يعني كمان إنت لازم تبقى حذر جدا طبعا يعني ففي خبر عاجل إنه آه إنه آه إقالة تعالى عبدالصادق دا ليلة المباراة مباراة الترجي إقالة تعالى عبدالصادق وتعين الكابتن عبايز عبشافي بدلا منه وجاية بعد إيه بعد المواجهة التلفزيونية اللي حصلت بين كابتن عبايز عبشافي والمستشار مرتضى منصور بصبت فبادى كما لو أنها عفوا يعني مكافأة لكابتن زيزو ها على دوره في التصدي للمستشار مرتضى دا اللي ظهر في الوقت دا وبعدين سألنا برضو زاملنا يعني مفيش داعي لذكر الاسم قلنا له طيب هل دا خبر فعلا مجلس إدارة اجتمع وقرر طب إزاي إذا كان على عبدالصادق موجود على رأس في تونس بيعست الكرة في تونس بزبط وده لا يمكن يكون يعني يحصل يعني قال لا دي أخبار من مصادر موسوق بها طبعا مصادر موسوق بها بس جمال قبل كده كنتش تعرف تقرأ خبر ولا تسمع خبر ولا معلومة من نادي الآل فين بقى؟ ما أنا عايز أعرف بقى أي مصدر موسوق به هيقول خبر من ده هيكون من خارج النادي الآل يعني طب قالوا يا سيد محمود صابقي يعني سين طويلة في النادي الآل ومقرب جدا برضو يعني يعني بيعرف محترم بيحترم الرولز اللي تطلع بقى الأخبار من النادي الآل وعرف على موقع النادي محتاج أن الرئيس النادي يعمل كده؟ ده لازم لا ما هو هو الرئيس هو الرئيس بيأكد لك على إنه إيه إنه إنه الأمور الحدوثة دي كلها تكشف لك الواقع بالضبط الواقع اللي هو هو توجيه الاتهامات للكل من أجل إنه مجموعة بس هي اللي تتصدى هذا يعني برضو بقول نفس الكلام اللي هو بداية البعض أقول لك عمرنا ما شوفنا الكلام ده في الأهل صح ماشي؟ وبنأكد مرة تانية الجو للأسف مفهوش روح رياضية داخل المكان صح فيها مسألة وفيها حول الإبعاد كثير من الأهلوية عن المشهد وتصدق آخرين بتصورة غريبة جدا وبقول لك علاء أب صادق إذا كان فعلا يعني السيد جمال قال لنا حاجة مهمة جدا إذا كان هيريح الدنيا علاء أب صادق ده هو بالنفسه ثم هاتمشو يعني ماشي أبتكلمة لو ده يريح الدنيا لو القرار ده هو اللي حيحل كل المشاكل مشاكل ما تسيبش الأمور معلقة يعني طبعا إحنا أنا بحترم شخصينا على أب صادق أه طبعا أكيد وبقدر دوره وتاريخه طبعا بس إحنا بنقول إذا كان هذا هو الحل مفيش مركب براسين أو بريسين صح ولا إيه طبعا يعني هل كان يعني إيه مدير قطاع كورة أو مشرف عامعة كورة ومدير كورة ولجنة كورة وهي لجنة كورة دي اتعاملت غير من فترة أنا بقول لأنا بتكلم على تعدد مسميات الجهات تعدد الجهات هدفها في بداية المرحلة اللي هما بقول لك الاحتراف كورة القدم نعم فلن يبقى عندك مدير للمنظومة هو حلقة الوصل مع مجلس الإدارة يبقى كل واحد له اختصاصات نعم يبقى كل اختصاصاته ولا أحد يختخطى اختصاصاته يبقى من البداية بقى من البداية أنك أنت بتحدد اختصاصات مدير الكورة واحد مين وإيه إذا لم يكن هناك تفاهم ما بين مدير الكورة والمشرف العام على القطاع الكورة في أي مكان مش في الأهل فقط لابد أن تحدث مشارك يعني لو في خلاف بين رئيس التحرير وبين مدير التحرير خلاص رأي مين بيمشي مشكلة لا تبقى لحظة فيه تبقى في حالة نبلك الناشر برضو ما رضي من الصلاحات جديدة اه والناشر ومش الناشر الكلام ده ليه الناشر ده ده برضو في فجراءات ده الفكرة اللي جاد نا اولا العصير اولا ايوة الناشر اللي هو صاحب الترخيص بس ليه الناشر بتحديد ورئيس مجلس تحرير رئيس مجلس تحرير ده اللي هو يعني البدير لا يعني برضو مصمات دي بكون اللي بصالح ايوه رئيس التحرير بصالح العمل في النهاية في النهاية كل وظيفة لها مواصفات اللي هو في الافرنجية اللي هو مواصفات الوظيفة تمام اه أنا ليه دور والراجل اللي بعدية له دور والراجل اللي قبلية له دور كل واحد بيحترم نفسه هنفصل عندي لقطة كده من في الجيم بس هترقى جديدة تدحك يعني لا حاجة هتعجبك يعني زي وزي القوة زي انت بالوزن الكبير ده كله بيتده تشيل وانت راكب ايه وريني يا كريم وريني يا كريم اه يعني حاجة هتفجأك يعني حاجة جديدة هي حاجة بتعمل الشاي كده اي حد بلكبه بتمشي مش كم فيه هنا لا انا اتفرج على دي ويعني الاستابلتي القوة انت زي قادر بالقوة دي كده انا حابة بس افصل بس عشان نروح لزي مالك وبعد كده منتقى بمصر نتفرج على نشوفها سيد محمود وعلق معنا سيد محمود هنا الشاشة هباك عام ماشر بقول لك كم فيها اي 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 بص 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 رايز اي حرم عليك بص بقى ده جهاز كدير ده جهاز جديد كده اه يعني بصراحة اللي وراهالي يعني اه اللي وراهالي المشهد ده حاجة شو بقى هروح يعمل ايه بقى في الحديد شو بقى شو بقى يعني اه التوازن غير عادي مم بلو متفرجوا يعني اه بص الحديد دي لا يشيلوا طريبا متين هنا ومتين هنا بص رايز اه اه يعني بسم الله وان شاء الله ها اه طبعا اه واكيد ما وقعش ولا حاجة صح ده لا لا انا اربع مرات اربع مرات يعني تتوازن قدي اه يعني هنعمل حبيلنا نفسه بس كده حاجة عاملنا نحمكوان خلي بالك غير القوة هو التوازن النفسي والانفعال بتاعه التركيز اه توافق عضلي عصبي يعني يعني اه ورضو حابنا نفسه بحاجة كده يعني في الملف نادي الانفعال هكلمنا بكل حيادية وكل اه الطرح بتاعنا طرح في البناء بناء خلي بالك لما بتتكلم على نادي كتير انت ده معنى انك بتقدر اكيد اكيد وعايزه يجب الصورة الافضل يعني طيب هروح لك انت الاول مش هروح لسه عشان بحصوب يعني هو بحصوب عليك الزمالك السنة دي شفناه الزمالك القابل كده اكيد تكاتف مجلس الدارة صفقات الدنيا حوالين بعض وقافين وراء بعض مشيين بخطة سبتة اكيد شوف هو اه برضو قوة شخصية اه مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك اه لدرجة انه بعض الناس حاولت انها تتدخل في حاجات مشيت يعني ده دليل على ايه على انه هو حاطت قدامه هدف اه قوي جدا انه هو ينفزه اه ومصر عليه ومعندهش استعداد ان اي حد يعطله على الاقل في الموسم الاول ده ليه بقى لان الموسم الاول ده اللي هو بيسعى فيه لكسر حاجز البعد عن البطولات ده مهم قوي يعني اخلي بالك الاداء ممكن يختلف شوية يعني اداء المستشار مرتضى مع مجلسه ومع الناس ممكن يختلف في الموسم التاني عن الموسم الاول لسه كنت هسأل السؤال ده لست محمد صغري هل ممكن يحافظ الزمالك على الشكل ده السنة الجاية وازل السفقات الجديدة واعتقد تغيير وجهات النظر او تغيير الدفة في الادارة في النادي الاهلي في بعض الامور لأ 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 منافس منافس بص حضرك الزمالك السنة دي كسر حجز مهم جدا بالنسبة حجز نفسي اللي هي البطولة طبعا شيء مهم جدا انك تعرف تجيب البطولة مع وبتعمل جيب الزمالك دفع ثمن على مدار عشر سنوات فطورة باهزة جدا لجماهيره هي غياب الاستقرار حلوة دي عزك تاتا تاني عشان اخدت من شد زمالك دفعت الزمالك غاليا فطورة باهزة جدا وجماهير الزمالك بالذات تستحق فعلا جائزة يعني مش عاوز اقول لك بقى جائزة في الصبر جائزة في الصبر استطاع انه هو يعمل فرقة واللي قد للزمالك ميزة بقى منها جديدة الراجل البرتغالي هي بقى المدارب الاجنبي عمل حاجة كوية ممنوع الاقتراب والتصوير لمجلس الادارة ايه ما انا بكلمه لا اما هو ده هي دي يعني اصلا خلي بالك في مشاكل وفي امور بنكرر مرة زمان ما تقدرش تقول على الهو بالظبط خلاص ما تقدرش تقول على الهو اذا ما انا بكلمك هو اتتوفرت بالظبط في استقرار اداري ايوان في مدرب اللاعبة حبته خلي باك دي فارق كبير جدا في لعبة عاوزة تعمل حاجة جاية جعانة بطولاته نفسها تعمل حاجة في دعم مادة كويس جدا كل الامور دي عملت ايه ادت الخطوة الاولانية تشعر اللي خليك تشعر ان الزمالك هيكمل تشعر انه لا لا كمان في عنده صفقات تانية كويسة والراجل رغم انه عنده غيابات لكن تحس انه ايه هيكل الفرقة واقف كده والجرأة في اشتراك في اشتراك للجدد ما انا بكلمك يعني الراجل فاهم عايز واستمراره وتوفير المناخ لي في صالح الزمالك ده يدي ايه من اهو قد الاهلي واد الزمالك اشتروا لنا كل الاعيبة في الانديث الدوري يالله يا عم مبروك عليكم المنافسة بين اللي اتنين السنة الجاي هم هما فاكرين كده لكن انا بقولك اهو هناك دوري مشتعل المصب المقبل مين اسباب اشتعاله ايوه رقم واحد ميده في الاسماعيلية احمد حسن في بيت الوجيت حسام حسن في المصري حسام حسن في المصري يهاب جلال في المقص اه بقى حماد صدقي في اله في اله حماد صدقي ايه واضي ديج حلو الكلام ده ماشي على عبد العالف الشوردة انا عدوا لك ايه هتبقى المسألة ان اقصنا حاجة واحد يبقى فيه جمهور لا لا يبقى فيه جمهور شوق غريب في الانتاج الحر او شوق غريب طبعا كابتل شوق غريب يعني طبعا تجربة اه وانا شايفه ان هو عاوزة عمل حالة انت سمعت معايا في المداخلة اه انا سمعت اه اه انا بقولك هو عاوزة 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 قوله حالة اه تفضل يا كابتل شوق رغم تجربتك مع المنتخب اللي هي كانت قاسية ولم يكن حالفك التوفيق لكن البداية الحقيقية الحقيقية ليك تبدأ من الانتاج الحربي صح عاوزة شوق غريب ستكون مما يقدمه مع الانتاج الحربي كنت اكلم محد في المداخلة واكد على كلامك ده بالزبط اه يعني هي دي اللي هتديك عاوزة وجهة نظري خبرات التركيز في العمل الشغل فانا عاوزة اقول ايه نفسنا بقى نركز في الكورة نفسنا كل نادي يركز يبعد يعاوزة يعني تعبنا من التصريحات وتعبنا من المشاكل وعاوزة اقول يا جماعة اذا الحمد لله الحمد لله انه في دورة بتلعب الحمد لله والحمد لله احنا شايفين اهو في بشاير الاورمبياد يعني بتديني ايامل اهو ياب عبد الرحمن طبعا ووحمد اكرم والناس دي كلها جاي يعني اوزة اولا كيه في شكل فعاوزين نهدى شوية نهدى شوية ان احنا نحب بلدنا شوية وما نحب نفسنا خلاص كفية استاذ جمال احراجت مع الوزير لما كان في الحلقة الموجودة اللي كان فيها زميل عزيزة خير رمضان والكابتن عبدالعزي عبدالشافي كابتن طريع بيكلم من جواه عندي امل في عبدالعبد الرحمن عندي امل في كرم عندي امل في منطقة مصر انه يروح الجامل 2017 يروح كاس العالم في روسيا 2018 يعني راجل برضو انا كمان حضرت يعني غير الحلقة دي انا حضرت اللقاء اللي هو اتعامل لتكريم الرياضين او المتميزين رياضيا في اللاجنة الولمبية اللي هو اتعامل في الماسا في الماسا اه وده كان تحت رعاية الوزارة واللاجنة الولمبية كان موجود المهندس الشامحة انا استعيد بهذا اللقاء ليه لانه تكريم عارف زي ما بيعمل وصلة لدافع او لرفع الروح المعنوية عند الابطال دول يعني هما دول بيعدوا منهم عدد كبير للولمبيات لكن معنى ان انت تكرموا من النهاردة حتى كان من المكرمين المنتخب الولمبي بقيادة كابتر حسام البادري وكان موجود كابتر حسام لا اللافتة نفسها انا شايف انها جيدة جدا وبعدين مش شكر في وزير الشباب والرياضة مش مجاملة لي يعني بس هو الحقيقة راجل عملي جدا ولا يتدخل فيما لا يعني واخبالك يعني هو فاصل ما بين تدخله الشخصي في الامور الفنية لانه هو لم يتدعي انه هو بطل مصرعة ولا لعيب كرة قديم ولا ما عندوش ايه ما عندوش احساس زائف بانه بطل في احد هذه اللعبات هو يعي دوره كوزير الوزير هنا دوره سياسي اكتر منه تمفيز اكتر منه تمفيز اختيار القيادة السياسية للوزير اختيار سياسي ايوة لا يعني في بعض الناس حتى لما بيتم اختياره كوزير بيتدخل في امور مش بتاعته لا ده هو مفروض هو بيرسم سياسات بيحل مشاكل بيحل مشاكل اللي هي بتواجه الرياضيين بدليل برضو يا سيد محمود ايه انه رغم المشاكل الكتيرة اللي واجهت اللاجنة القلومبية ايام الخلاف بين المسشار خالد زين والمهندس هشام حطب واللاجنة ووزارة الشباب الرياضة رغم ده كله انما الاعداد في هذه الاتحادات لم يتأثر لان الوزير يا سيد محمد ايه فعلا كان بيصرف المبالغ المعتمدة لاعداد الابطال في وقتها لا بسم الله واشاء الله عليه بصراحة انا بقول لحبيرتك دي دي ميزة بتخلي العمل ماشي كرم جابرة هو انا في مشكلة وقرم وقرم وادخف جاكتر من مرة بأمانة جديدة وادخل بنفسه لحل المشاكل وما زال بيدعم بالزبط كده فبنتمنى طبعا دي تكون يعني بداية اولا ان احنا كوسائل اعلام سواء تلفزيون او صحافة ان احنا كمان ندي اهتمام شوية بابطال اللعبات الاخرى او اللعبات الشهيدة رايز انا جت ابطالنا في الطايرة مهم جدا والله العظيم حد من الناس اللي بيتابعوني في البرنامج ولي كان عامل جابلنا طايرة ليه ما عازين كورة طول مجمع دول لهم حق عبا الرحمن ده البنت فريدة عثمان اه كرم احمد اكرم كل الناس دول ابطال لهم كل اليد اللي اشرفونا في البرازيل مهم عايزة نظرة برضو يا سيد محمد نظرة ايه بقى لما دي اعطت بقى على الهاب عبد الرحمن اه ده احنا من سنة 1910 مفيش تارية وفي ناس كانت بتفكر تلغي العاب القوة دي في مصر مصر مبياخدش حاجة اه بياخد كم تارية؟ واحمد الشيه عادو بستاشر مليون ستاشر مليون لا مقارلة فظيعة عاوز اقول حاجة بص دي كورة وده اا احتراف وده مش بس انا بقول ايه؟ ليه؟ اللي بقوله النظرة لهؤلاء الابطال يعني الجزء ده انت معني بهم انت معني ميتانيات الاتحادات ده بردو ان ببفو عشان نتابعة دي 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 الرقم اللي حطم هم انت معني اه انت معني بتلك العرب العاق العرب العادو البصور اللي صσηنا الكلام ده مش هيضفس جلك ويقول ده في عهد Leave عبزلاء ده يضف سجيل للبلد. تاريخ البلد. في تاريخها. فانا بقول ايه. تاريخ بصرات العالم. تاريخ الاولمبياد. الناس دي بتدي ايه? دي اللي بتصنع القدوة عند الشباب. وتاريخ الامم يقاس بما يحقق في الاولمبياد. بصة بصة حضرتك. مهد الرياضة على بصر العالم. ماشي خلاص. تمام. ودي صناعة قوة يعني قوة الشعوب فيها. فانا عايز ايه. فورصة انا احنا عندنا امل كبير جدا ان ربنا ان شاء الله يكون التوفيق حالفنا وحالق الفهم. اه. في ريدو جانيرو انه احنا نقوم. رغم الظروف السياسية اللي مرت واصرت على الرياضة بشكل بس انا بقول لك. بقول له انت بتبزي المجهود. اه. والبلد يعني حتى الان انا نستطيع نقول لنا احنا بنتقدم تدريجيا. في حالة بطش لكن في في عندنا ايه? في عندنا امل في بكرة ان شاء الله. بقول له لا الابطال دول محتاجين منك حضن اكتر من كده. محتاجين منك رعاية اكتر من كده. ميزينات الاتحادات ضعيفة. الدولة المفروض توفر وتدعم. لغم ان انا شفت بقول لها خمسين الف جنيه بين للميدالية او. اه. لا هو المفروض طبعا اعادة النظر. اعادة النظر طبعا في. في الوسائل اللي هي تشجع العيبة. تشجع كده. على لا تقود ميدالية. وانه الناس دولة يستحقوا اكتر من كده. اصارهم خلي بالك برضو. ارجع لبعد اذنك كريم. يعني اكيد يا استاذ محمود والاستاذ جمال. اه. يعني لا ابطال ليه رجال اعمال او او الشركات دي اه. ما يعني ما ترعاش الابطال دي. لا لا لا. ما تلاقيش رجال اعمال اه. دول لغو مهمشوا بالشارع تصور معاهم. لو دول كنين دلوقتي برضو في رجال اعمال كتير. اه. لو الله رجال اعمال ما يحبوا يزهروا. هو هو بالتأكيد انه برضو لما يكون في بطل اه حيتقلق في الاولمبياد. وهي البداية برضو مع للأسف في اللعبات دي ما بيجيش غير بعد المدالية. بعد المدالية. يعني انا لو جيت شفت اللعيبة اللي كانوا في الاولمبياد اتينا. اه. الفين واربعة. واخدنا. اه. الولاد اللي طلعوا منها واخدوا مديليات. اه. عاشوا بعدها فترة من السعادة ومن الحياة الجميلة. بس كان في تكريم ما بعده تكريم. ومن الرعاية. طبعا. طبعا. فانا بقول انه حد زي ايهاب اه عبد الرحمن. لو نجح ان شاء الله في انه يحقق حاجة كويسة. اه. من الممكن فيما بعد انه يقبل عليه بعض الشركات. اه. اللي هي الرعاية. طبعا. الكلام ده يعني الكلام ده من خلال الاعلام زي ما قال الاستاذنا محمود صبري. نعم. الاهتمام والتوجيه نحو اللعبات الشهيدة اللي بتحقق مديليات في محافل دولية. نعم. نبدأ نوجه الموضوع ده. واكيد من خلال البرنامجي بنقول ومن خلال حركة في الاهرام. هي دعوة من خلالك اه طبعا. هي دعوة. بطل بلعب اسم مصر. اخد ردك بعد الفاصل. يا جانبتان بعد الفاصل في الجزء اخير من الحضور النهاردة من حصاد النهار مع ديوفنا الكبار والاستاذ جمالي زهينة والاستاذ محمود صبري. استاذ محمود يعني هرخ بقى للنادي للمنتخب الوطني. كوبر واختياراته ففترة اخيرة. احنا طعمنا كلنا بنساند المنتخب الوطن ان شاء الله في توفير نقول المناخ الملائم انو ان شاء الله يقدر يؤدي بأداء مميز ويوصل الجابون 2017 وروسيا 2018 خلينا في الجابون الاول على قدنا الاختيارات من اول 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 اختيارات الاول مع اول اول اختيارات شريف اكرام الشناوي المهدي سليمان علي لطفي في الدفاع احمد حجازي رامي ربيع سعد سامير علي جبر حمد طلبة عمر جابر حزم امام حسين السيد محمد عبد الشافي خط الوسط النني سلح جمعة سلح جمعة مشي جابوا طرق حمل مكانه ابراهيم صلاح احمد توفيق رمضان صبحي مؤمن زكريا محمد حمد زاكي جدو محمود كهربا محمد اه صلاح محمود تريسيجي وخط لجوم باس مرسي احمد حسن مكي احمد حسن كوكا وعمر جمال عمر جمال كمل ولا مشي طلع بقى طلع طلع عمر جمال يا جماعة ولا كمل اه طلع بقى رحمة الاهل الاسبانية رحمة الاهل الاسبانية ايبا مشي فضلت عليك بالقايمة لو اختروعة كده في الاخر هي الحاجة الوحيدة اللي اتعلق عليه حاجتين حمد طلبة اه حمد طلبة اه قال لك دي مفاجئة من مفاجئات اه كوبر بالزبط حاجات تانية قال لك اه برعة تصريح مش عارف كم تفتح مبروك صراح ولا لا على استبعاد حسام غاني وعبدالله السعيد طبعا اختيارات الجهاز الفني هو المسؤول عنه يعني كوبر هو اللي شايف وهو اللي متابع هو اللي استطيع يقيم اه اه براجل بيروح مرشات وعنده ناس شغالة وبتتابع اه انا معاك انه وجود لاعب بحجم محسام غالي وعنده وهو في حالة فنية كويسة حسام ده حيئة اه حالة فنية ده حيئة لاعب خبرة اه ما تداش اه تختلف عليه بيديك مزات في نص الملعب كبيرة جدا بيعرف يوصل اه اه المهاجمين اه لكن الراجل ممكن شايف اه رؤية تانية وعنده زحمة في المنطقة دي فهي شايف انه دلوقتي الوقت مش مناسب لحسام غالي نحترم قرار حمدا طلبا ممكن هو شايف فيه حاجة زي اللي شايفها ايه هو ايه هو ايه هو ايه على فاكرة كان نفلحه اه لوح ور وزعو الزميل الاسلام صديق وكنت قلتهم على اه يعني الحتة بتاع حسام غالي هيجاوزها لنا وبرو تعقب علينا فضل اه حمدا طلبا اه رغم انه يعني الناس ممكن مش شايف ادوره في اه في نادي الزمالي لا الضروف عال والله اه هو ادوره انا شايف انه هو مظلوم انه هو بلعف في المكلة في الزبط ده مش بتاعته خالص اه بيكتهد الراجل امكانياته اه مع كامل احترامنا ليه بيقدي في حدود المتاح ليه الراجل اه يتفض في ريرا شايفه حاجة كويسة التاني شايف يبقى اتنين اكيد فيهم حاجة شايفينه في الراجل احنا مش شايفينه بسطت ممكن ليه دور تاني احنا مش مش عارفين بسطت دي حاجة التانية اه اختيارات الموديل الفني بنقول ايه قابت بيبقى فيها نوع من النقد لكن النقد اللي ما يكونش بهدف ان احنا نقول لا فيه مشكلة دي حاجة الحاجة التانية اه اللي انا خايف منه واتمنى ان هم يتدركوه عتة الحديث ده من المتكررة يا سيد محمد على الاهل والزمالك واللعيبة والعلاقة والاتنين مع بعض لا يا اخوانا سطوب ببقى لا 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 سطوب ببقى اه ازا كان حد فاكف من لعبة الاهل والزمالك انه هم اكبر من منتخب مصر وهيعملونا مشكلة لا سطوب صح لأ صح لابد الكوبر واللي معاه والمهندس حسن فريد ها الضرب بيد من حديث لا ده منتخب مصر اي محاولة صح لشق الصف او ليه يعني عاوز اقول الحديث على انه ده ينتمل في لا لابد تكون العلاقة ودي الوضع على بناتها وقضى عليها على مسألة التعصب رحمة الله عليه كابتان محمد الجهري طبعا طبعا اللي كان استاذ في مسألة الشحن المعنوي حايز اقول الامور لا تحتمل مش هتعرفوا المحدش هيشوفكم غير من خلال اتبوابت العرض رقم واحد هو منتخب مصر اقول له كل اللي عبت الالي والزمان كل الاندية اتمنى انه كنت تكون على قدر المسئولية الناس كلها منتظر نشوف منتخب مصر اللي اختفى في الاربع يعني ثلاث سنوات ودي احنا في السنة الرابعة قدينا مسألة من لا تحتمل اتمنى ان شاء الله عليهم التوفيق اتمنى ان احنا يكون عندنا منتخب قوي اه دوري قوي اه هو ده اهلنا ان شاء الله لجامل 2017 سيد جمال لا يجب التعليق على الاختراف الفنية الهيكتر كبر هو مسئول مسئولية كاملة بس يعني هو طبعا هو حر يختار من يرى انه هم دول ادواته لتحقيق الهدف طبعا اه ان شاء الله ربنا يسهل ونوصل اه بس يعني انا ملاحظ حاجة في المؤتمر الاخير الاخير بتاعه ده انه في لأجة اه في ضجر في في ضيق من الانتقادات هو طبيعي لما يجي يقول انه اه تسعين مليون بيقول ايه اه 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 ان اختيارات اللي عابين لانتورد تسعين مليون بس ببقوا عليك ابن كلا بسألوه لا هي دي حقيقة لا هي دي حقيقة يعني العلم عن ربنا بس هو يعني راجل كمدرب محترف وزو خبرة كبيرة وعريضة وطويلة وكل حاجة اه يجب ان يعلم ان الناس القانة وده وضع طبيعي يعني انت النهاردة لما واحد يجي يسألك كمدير فني اه فين هدف الدوري حسان بولو في الاختيارات دي مثلا يعني انت معلاش انت مختار اه باسم مرسي ثاني هدف الدوري رغم انه يلعب في فريق يخدم عليه ماشي فيبرز امكانيات باسم مرسي طيب لما الاقي ان مش موجود باسم اه حسان بولو هل ده مش يبقى مصار تساؤل طبعا ولا ايه يا سيد محمد طيب يبقى اذا لما حد يجي يسألك كمدير فني وارجو اللي وصلوله ان احنا عندنا تسعين مليون ناقد طيبا يوصلوله كمان ان الناس من حقها تسألك حضرتك بتاخد مئتين الف جنيه عشان تتسئل وتجاوب ولا ايه يا سيد محمود دي مشكلتنا اه يعني ما تزهقش مننا ماشي ما تزهقش مننا اه يا كابتن كوبر لانه الطبيعي لما ييجي الصحفيين انت بتعمل مؤتمر صحفي عشان الناس تشكر فيك ولا عشان الناس تمجد فيك ولا لا ناس تسأل ايه اللي جديد طالما رئيس السؤال اه في اطاره في موضوع الفني اه اه طبعا 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 حدش طلب منك تختار يعني حدش بيدي قايمة اه يقولك خد لنا دول خد لنا دول مساء لا بس انت حضرتك اعلنت القايمة من حق الناس كلها انت تساءل وعلى فكرة غالبا الصحفي مش بيبقى هو اللي جاي يسأل كده من دماغه بس انا ممكن اقابل ناس من الجمهور لهم بعض افراد التسعين مليون دول الغلابة دول فيهم ناس يعني حريفة اه بس بيجي اسألك يقولك يقولك مثلا الراجل ما خدش حسام غالي ليه فانت بتاخد السؤال كصحفي بتقعد في المؤتمر وتقوله يا مستر اه كوبر اه هكتور كوبر اه انت ليه ما خدش فلان فتجاوب على ايه على قد السؤال فنيا ولا تيقس ولا تتجر ومعين لما نيجي برضو اه ملاحظة اقولك امكانية التقاهل لكاس العالم جود نوز طيب ما احنا عارفين الله اعلم ماشي الله اعلم واحنا اكتر ناس مؤمنين ونعم بالله احنا اكتر منك او زيك صح الله اعلم اه زيك على الاقل بنقول ان شاء الله باذن الله ده احنا بنقول في جملة في عشر كلمات باذن الله ان شاء الله ربنا يساه صح صح المفضل ده هدفنا وده طموحنا ونجي عشان كده فهو يقول انه لا يضمن الوصول للمنديال فبرضو هل هنا هل ده يطرح ان عندما تتعاقد مع مدرب يا ربنا. واجبك صنباه له برضو عشان يعني بصد الصورة والله انا معرفش الراجل بس فعلا هي حاجة مسيرة للانتباه. اكي. لكن انا لما اجي اسأل بقى اقولك يا مستر كوبر اه ان شاء الله هنوصل كاس العالم ان شاء الله وباذن الله هل اه اه هنوصل فانت تقول لي العقد بتاعك بيقول ايه. العقد بتاعك كمان بيقول ان انت لك احد اسباب. بتوصل لنهايات كاس الامم حضرتك. اه. لو ما وصلتش نهايات كاس الامم حضرتك. اه. اه. تبقى كارثة. اه. صح ولا ايه. طبعا. صح حيتكرر نفس السيناريو. اه. فلو انت ما وصلتش كاس الامم. اه. هو جاي ليه يا رئيس محترامي يعني هو جاي ليه. ما هو جاي مفروض فيه اهداف. لأ وفيه اهداف محددة. بزبط. هو عاوز يحققها. اه. للتسعين مليون ناقد. بزبط. صح كده ولا ايه. بزبط. فارجو انه برضو الناس اللي بتترجم له. طي. توضح له دي. وتوضح له اولا مدى احترامنا وتقديرنا الشديد. ليه هو كشخص وكمدرب. دي اهم حاجة. دي نقطة. ولحرية. عفوا. ولحرياته الكاملة. اه. اه. انا باتفق مع اخيه محمود في ايه. اه. اه. انه حر تماما. اه. في الاختيارات. اكيد. بس عندما يسأل عن لماذا لم يختار فلان. يقول لنا سبب مقلب. واحداتك مش من البلد دي. وحدك مش من البلد. اكيد. طيب. انا من البلد دي. من البلد دي خلاص كي. تعال نسأل المداربين الاجانب اللي بيقولنا كلهم. حجم النقد اللازع في الصحافة الاوروبية. اه. فيه منشتات ما لاداش نكتبه هنا. ما فيه كلام ما لاداش تكتبه هنا. منشتات ارحلة يهر الحمار. مش عارب. كلام بتقدر تكتبه انت في مصر. احنا ما بنقول ش عارب. احنا نعمل ازا الصحافة في انجلترا كده. قولوا لك. احنا ويجيب لك صورة كريكتير. تقدر تتعمل الكلام ده. طب. فبيجي المدارب الاجنابي زي الفل. قطة مغمضة. مم. بتلموا علي الجماعة المصريين. الله. دولة بيعلموا الكفت بقى. ايه. يقول له من الجماعة دول اهلوية. والجماعة دول زملكواية. والجماعة دول كارهين نفسيهم. خلاص? ويبدأ يصنف الصحافة حسب علاقته بالناس اللي معه. فمن هنا تبدأ الكرسة. ما ما ينقل للرجل يتوقف تصرفات الرجل على ما ينقل لها. وما يترجم لها. عشان كده. يعني مصر كاتب آآ نستاذ جمالي دولي كاتب مقار. ياه. فايل وجهة نظر. فتنقل للرجل لا ايه? لانه احنا بطبيعتنا. معلش انا اسف جدا. الغالبية من الشعب المصري. قول لك فلان قال لي. هو لم يقرأ الموضوع. انا ما اتكلم لأ. ده لأ ده انا ما اتكلم بك الاول احنا مشكلتنا احنا. بزبط. فلان قال لي انك انت هاجمتني. اه. قوله طب لو سمحت ممكن ترجع للموضوع المكتوب في الاهرام. بزبط. لأ ايه غير اللي اتكلمكش. قالوله قالوله. لا لا لا. قالوله قالوله. ماشي? ما يرجحش يقول لك لا انا اسف جدا. بزبط. ولاي الاوي اللي هو يقرأ ولا اه مالش طب لا ده اتنقلت تصير غلط. فبقى بالك بالمدارب الاجنابي اللي عاوز جاي ايه ايه وعاوز ينجح. فيكتشف انه ايه? يا هربيد. اه. ده جمال الظهورة بيتقامر. اه اه. ومحمود صبري بطع الدنيا. طب. واسلام صادق مش عارف عامل ايه. طب. لو ايه لا اسلام صادق. اكمل 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 وتعقب انت روتينين. صد. اساس جمال العلام بيوسع استقيل في حالة استمرار الهجوم على اتحاد القرى. اه. عقب يا اساس محمود الاوي. اه. عقب ده الكلام ده امتى. اه. 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 في حالة استمرار تابع علام في المؤتمر الصحفة خلال تدريب المتخب لأول مركز شباب الجزيرة. ان الجميع يهاجم اتحاد القرى. اه. ويتم تحميل اي اخطاء لمجلس الجبلية في الوقت الذي يبزل فيه الجميع مجهودات لانهاء الازمات والمشاكل التي تواجه الكرة القدم المصرية. وطلب علام الجميع بالوقوف خلف المتخب. المتخب واتحاد القرى. والبعد عن الصراعات الشخصية التي تؤثر على الوسط الرياضي. مع كامل احترام من اساس جمال العلام. ورجل يعني يتولى مسؤولة الاتحاد في الظروف زي ما احنا شايفينا. وده يعني مسلم السنة اللي فاتت مرة بسلام يعني المنتهي. اه. اطول مسلم في تاريخ الكرة المصرية. طب. لكن انا اوز اقول له حاجة. اه. مسألة التهديد بالاستقالة. اه. الاتحاد القرى ملوش جمهور. اه. خلاص? ولكن الاعلام بتاعك. طبعا. صديع عن تنقل وجهة ناس. لكن انا اوز اقول له حاجة. ما هو من المسؤولة عن الموضوع المشاكل اللي احنا فيها يا استاذ جماعة. اه. فين اللوايح يا استاذ جماعة. ايه. فين القانون يا استاذ جماعة. طب ليه ما يكونش حضرتك ازاي تتغير ليحة شؤون اللاعبين في شهر تمانية حاجة. وبعد ما تولى الحج محمود الشامي حاجة تانية. الشغل تانية. ما انا بتكلم اهو. طيب. انا بقول حاجة. مش عارف هل في اوروبا الكلام ده موجود يا ربي مش عارف. انا اعرف انه دولايات الناس الدوري محترفين. في لقتي هنا. في زي انه اه لايحة شؤون اللاعبين. اه. يتغير فيها حاجة. اه. مع اه مع الاستاذ احمد مجاهد. اه. ثم يفاجأ بيها رئيس لجنة شؤون اللاعبين التاني. اللي بعده. اه. انا بقية نقطة انت هتغير لايحة. هل اللايحة دي شخصية. اه. ولا هي لايحة للاتحاد. للاجنة. فتعرض. على جمعين. اه يعني اصلا هو سبب المشكلة. اه. هوا سبب المشكلة اللي حصلت ايه زي ما زي ما عورد يعني. انه ايه لا ده 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 احمد مجاهد صر بالليحة القديق الجديدة. اه. للنادي الاهل. اه. اللي هي بتلغي عقوبة الاقاف. اه. اللي هي بتلغي عقوبة الاقاف. اه. اللي هي بتلغي عقوبة الاقاف. اه. 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 هل هل لجنة الشؤون اللاعبين بالرئاسة الجديدة الاستاذ محمود الشامي العزيزة على قلوبنا جميع. طبعا. هل لم يكن يعلم بذلك وكان يجب. فوجي يا رئيس. اه. فوجي بالكلام ده. طيب. يبقى دي. وقالك انه لما يتم. لما يتم اجراء التعديل اللي تم الاتفاق. اه. واتخاذ عليه بعد ازم توم الزكريه. فانا عاوز اقول له لا مسألة. يا استاذ جمال انت رجل اه محترم بلدياتنا وعنين وراس. وانا شايف انك انت يعني تحملت المسؤولية وانت رجل اعمال. ولا صاحب شاكتك انا وضع كبه مختلف. اه. اه. اتحاد الكور عشان يكون معك صريح. اه. تكن انت زينا على قدنا يعني. اه اه انا بكلم. لا رجل محترم. طبعا. طبعا. على راسهم. كلهم افار يا. طبعا. طبعا. عاوز اقول للتحاد الكوريه. نفسي انه كنت يعني حتى لو المدة بتاعتكم. يتعيب الحاجة. نقدم مثال. ليه الاندية ما تعرفش مع اللي بداية ابي موسيقى من اساس جمال تفضل لاحة بتاعتي. شون اللاعبين? لو حصل كزا يبقى كزا. حصل كزا يبقى كزا. عارف اقولت ايه كمان يا رئيس? اه. انك تيجي. بتجيب لاحة شو لعبينك بتقدم لها النادي. والنادي بيجيب مسؤولين على وايح. يقول انه الولاد اللي بلعب الكورة. خلي بالكم. لك وعليك. ايه اللي لك و ايه اللي عليك عشان برضو بقى عنده وايحة لاجمة المسابقات. انا عارف لو اطردت وعملت تصرف هعمل كزا. لكن عارف المسال بتوب ايه? المفروض ايه? يبقى النادي عارف العقاب لكن اقول ايه? ننتظر تقرير الحكم. ييجي تقرير الحكم. هلو اهدى علينا شوي. اه. انا ما انفعش. والتاني يدخل من اهدى. لا كده مش هينفع. السكورة المصرية مش الاهل والزمانك مع كامل احترامي. برضو في ناس تانية. ولو الناس تانية بطلت كورة مش الاهل وزمانك مش اللعاب واحد يوم. صح. فانعايز اقول ايه? يعني احترم انفسنا وانتكلم واحنا بنقعد نمصمس في شفايفنا. وبنتفرج على العالم ونقول الكورة تقدمت والناس احتراف والكلام ده. لا يا اخوانا. احنا عاوزين اتحاض الكورة. لها كل الاحترام. يتحمل مسؤولية. عايزون. عايزين يحط واحد اتنين. ثلاثة. بعد كده اقدر احاسب اي حد يخرج على الناصر. طيب احنا دامنا خمس دقائق. احترامنا. دامنا خمس دقائق. اقول عليها تعقيم سريع. سريع. سؤال لك. ماشي. دعب لها تفضل. طيب. لاجنة الاجنة بتجتمع ستة سبتمبر اختيار رئيسها. حددت لتحاضر مصد كورة القدم. اجتماع ستة سبتمبر اختيار رئيس جديد للاجنة الان دي. نعم. والمستشار مرتضى منصور قال. لو المهندس محمود طاهر. لو نادي الاهلي. لو نادي الاهلي. لو نادي الاهلي. لو نادي الاهلي. كده انا هتنازل. يعني. شوف. انا اقول لحضرتك حاجة. ازمة اه اللي حصلت اخيرا. اللي كان ترفها. اللي هي بتاعة احمد الشيخ. دعا. كان من الممكن جدا. خلاص نادي الاهلي احنا قلنا ان فيه خطأ. فيه اخطاء في اللوايح وفيه مشاكل. وقرر طالع هلامي. ما تفهمش. هو معاقب مين بالزبط. واخبالك. اه يبقى ازا. النادي الاهلي لما لما عرض عليه انه هو يتنازل. ها. واعلن انه هو يتنازل. ها. النادي الاهلي قال ايه. قال انا هكمل قانونا. هاخد حقيق قانونا. بس عارف لو اتقالت شكرا يا نادي الزمالك على اللي عملته. بس انا هكمل قانونا. كنت هتمشي الامور بشكل ودي اكتر. لكن اللي انا عايز اقوله بقى النسبة لجنة الاندية بقى. اه. هل يا لجنة الاندية ممكن تبقى اخر موسم دي على فكرة. بعد كده. بعد كده. بعد كده. بعد كده. هتبقى عرابطة بس انا بانصح برضو انه النادي الاهلي يعود لممارسة دوره سواء كان رئيس او غير رئيس يعني حتى لو مش عاد الآن ما قالت سمازالة قائمة ما هو تدوب الجليد اللي بين اتنين هو التصريحات التصريحات جميلة وتؤدي الى ازابة الجليد بس المشكلة برضو قائمة سيد محمد في ايه المسألة ما هياش مشاعر وفقط يعني ما نيجي نقول الصلح الخير وهنعمل قعدة عرب اه قبل دا كله قبل دا كله لازم يبقى في نزام طيب انا محرف cueل نزام الجبلية القندية مسؤولة عن تحديد الملعب بحضول الجمهير في الموسم الجديد انا قلت انه مفيش جمهير الموسم الجديد ولا ملعب ولا ملعب ولا يملك القندية ولا تملك الجبلية التحديد انزلي اعملي انزل وضلم الاضارة انزل وضبطة فحلا لأ لكن السيء بس الان انا اقدر احمل اتحاد الكورة مسؤولة تحديد الملعب رقم واحد اللي بيحدد للملعب النادي. الملعب الملعب البديل. لا الامن. ماشي. انا بقى انا انت كامن انا بقى اقولك انا. اه. عندي ملعب المحور العرب واحد. اه. حسب الامن والظروف الحوالية. اه. اه. صوان بس يا محمد. اه. انا عشان ما اظلمش اتحضر الكرة برضه. تمام. ولا اظلم النادي. ايه الامن هو اللي بيقول لي. يا جماعة هنلعب. فوجب ايه بقى دي بقى عشان ما تحكش على بعض. اعمل الاجتماع بقى. ايوا. مع المسؤولين في الامن. تمام. اقول لهم انا عندي اتناشر ملعب. كزا وايه رأيكم. صح. اه ماشي موافقين على ده موافقين على ده بس مش هنرجع. اه بصبت. ليه لان انا عندي بطلات افريقية. خلاص. وعندي المباراة فيها جماعية بتاعة المنتخب هتبقى كزا. ما انا بكلم ما انا بكلم ما انا بكلم كده هنا هو. انا بتكلم عليه. الامن كمان عنده ضغوط. صح. ومسؤول فانا برضو بالراحة عليه برضو. لانه بيتحمل مسؤولات كبيرة جدا. عشان يكون واقعين بس مع بعض. طبعا. فالمسؤول بقى ايه هنا? ما قدرش تقول. يا جمهور. ولا النادي يقول لاتحاد الكورة حدد لي ملعب. لان اتحاد الكورة مش هده من حاجة يا رئيس. سيد جمال الرؤية الامنية تفوق اي تصور واي توقع واي اختيار? طبعا الرؤية الامنية مطلوبة جدا. والامن بيبذل مجهود كبير جدا الحقيقة. اه بس برضو قبل بنقول الامن احنا مش مساعدينه. يعني احنا كتنظيم للمباريات. اتحاد الكورة يجب على كل فريق في الدوري الممتاز يا سيد محمود. اي فريق هيشارك في الدوري. لازم يبقى محدد لك ملعب. اه. والملعب ده. البديل. لا والملعب ده مستوفي الشروط القانونية. عشان تلعب عليه. النيابة الاشتراطات النيابة العامة. انا عمل حلقة ان شاء الله. لا والنادي قبل كمان اصلي يعني احنا مساكنا في اه. اشتراطات. اه. الاشتراطات دي كانت تحصيل حاصل بعد الحادثة. اه. حاجة تعلمناها من الحادثة. لكن اه. لكن قبل كده. اه. المفروض ان ملعبك انت كدولة. لها تاريخ في كرة القدم وفي الرياضة. ان كل الملعب دي لو انت كل سنة. هتعمل مشكلة. ده انت بوجي العرب. هتحل مشكلة. يعني السنة دي ركبت الكاميرات. اه. السنة دي عملت البوابات. ماشي. السنة جاية عملت الحمامات. اه. السنة جاية عملت الكافتريات. هلو الكلام. هتكتمل. السنة التالتة. اه. عملت الامن الداخلي بتاع الملعب. مسلا. انما. 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 انما هناك. اه. 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 توصيات كثيرة. وعدم. وهناك غياب للتطبيق. محدش بيعمل حاجة. مه. ودي مشكلة كبيرة جدا. ولو تفتكروا كاس العالم احنا ماخدناش ليه. مش بس عشان الفيفا فاسد. عشان احنا كمان. ما عندناش. ما عندناش البنية الاساسية. رغم ان انت عندك ملعب. انما ملعب نقص حاجات. ماشي. اه. ده كل ما ده بيتحسب عليك يعني. طبعا. طبعا. بس فبتمنى طبعا. ان كل هزي الامور تتحل لمساعدة الامن. طيب. والجماهير لو احنا حبنا. الوعي بقى. لا. لو الجماهير عايزة ترجع. طب. لا نتعامل معها بالنواية. نتعامل مع الجماهير بالافعال. طب. سؤال. اللي هي ايه بقى بالافعال. اللي يغلط. طيب. طيب. هل. 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 ممكن يبقى فيه اه. وش الداخلية. تعبنا يا سيد محمد من ورش. معلش معلش معلش. 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 موازل الاتحاد المصر كورة القدم. ممثل لروابط المشجعين. ممثل للجنة الاندية ووزرات الشباب. نتطرح العام. نوصل ايه الحلول ونوصل الله بالاخر. حلو كده. طب. خلينا اهم عنصر في الموضوع ده ايه. جماهير. اه. مفيه روابط مشجعين. لا مفيش. مفيش. طيب. علني. اه. تعالى. اه. اتكونت ربطة. يبقى لها مجل صدارة. اه. وافرادها بيشوف بقى الكلام ده. بزبط. بزبط. وبتتعمل للناس دي بايه. بيجي النادي اقول لك ايه. انا هبيع. اه. يا جماعة. للدرجة التالتة في السنة هنشتراك بمية وخمزين جنيه. ديك رقم مدرق الكورس بتاعك. اه. خلاص. اه. تعالى بقى نعمل خط. الاهلي. هو الصباق في هذه المساة. انا بقول. طبعا. الاهلي هو الصباق. عمل اللقطة دي. طبعا. عملها من كم سنة? اه. عملها من حوالي ثمان سنين. بالزبط. بدأ يبيع. وبدأ يسمح لاعضاؤه. اللي يحمل بطاقة عضويتنا دي الاهلي. كان بياخد تذكرة وتذكرة مخفضة وعرف مكاني. حاوز اقول ليه. تعال انت عملت الصدق هارة. رقمته. وقسمته زي كراسق مقاعد السينما بالزبط او المسرح. بزبط. تقدر تخش تاخد بقى طبيرك. اه. لانت ليه بقولك اه. اعمل بقى هنا بقى الاخطر بقى. الامن الداخلي. اه. يعني ايه الامن الداخلي. يعني كل اللي باكية فيها خمسمائة مقعد. اه. بيبقى موجود فيها فردين امن. بزبط. تخيل. في انجلترا. اه. بيبقى في علاقة بين الفردين وبين الخبسمائية. عارفهم بعض. طبعا. ومن اللي يخرج نجربها في ملعب واحد. اه. زي ما قال لست سجيب. شوف قال لك ايه? تعالى السنة دي نعمل حاجة. والسنة دي نعمل حاجة. الاسرار والعزيمة. في النهاية ده فاخر خمس سنين. الاسرار والعزيمة. اعلن. اه. اه. مش هيدخرج لما تكون رابط. تمام. الرابط لها مجال السرارات محددة. زبط. الناس دي هتبقى النادي هو اللي اسمح لها بالدخول. اه. من خلال كاسناك من القرى المصرية. اكيد هتقوله سؤاله. سؤاله يعني سؤال? اه. لبكرة. نقوله والله وحشتنا يا كاس. وعايزينك على طول قدامنا وباين. هو موجود في التوقيت الحالي ده في معسكرا المتخب العسكري. ان شاء الله واعتقد ان هم عندهم اه الارتباطات برضو قريبة. اه. وان شاء الله ربنا يوفقوا. وآه بقوله اكيد لسه بيشب شيء زي زمان يعني يعني مبطلون. لا ده اتفاقنا. لا اعتزالش الشاي. هجب له برات شاي بكر برات شاي على هوا. طيب. من الناس اللي اتظلمت. الكاس. الكاس. طيب عندك حق. ما خدشو حق. لمانة جديدة. وانا يعني اه خدت فترة كنت بغطي المنتخب. اه بجانب الاهلي. فترة في في البدايات كده. واح تاكيد بيه. من اللعبة يعني عاوز اقول. مختلف. طيب انا دي تين. مقدم مختلف. عاوز اقول. دي تين. انه يستحق انه الكاس يكون ليه حتى يعني في اه في اتحاد الكور. اه. يعني يدرب حتى منتخب من المنتخبات. يعني. ها. اسم. والنز اللي زي دي بقدراتها وكرعيب كله بحس وعنده نظر. انا اتمنى ان يكون الكاس ليه دور مستقبل. اتمنى ان هو نفسه يطور نفسه. هو الكاس اسم كبير يعني. طبعا. اه. اتمنى. اتمنى كله اكون. ولا عشان اعب في اسكندرية بعيدة عن القيرة. لا لا كنت اتمنى اشوف حق. اه. اه. يعني اعتقد ان هو كمان ظلم نفسه. اه. بيتفريط في حقه. ده كاس العالم والامتعنة لنا. النجم الكبير احمد الكاس يعني. اه. عايز اقول. اه. يعني هو ان شاء الله. يقول لنا بكرة كل ما هو اه. جديد بالنسبة لحمد احمد كاس. خزينة الاسرار بقى. افتح معك خزائر. اعمل معك مداخلة. وهامل ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نتواصل. نتواصل مع النجم الكبير عحمد كاس. اه طبعا. نزل الحديث بقية. مدام Luft ان شاء الله بقي. ان شاء الله بقية انا. حوار انت فتحت حور مهم جدا. كيف تعود آآ جميلة دولاجات القرنة المصرية. وبرضو تأكيد الكلام آآ لأستاذ جمالي زهري. هي لوائح. أنا بشكر لأستاذ جمالي زهري. شكرك جدا. بشكرك. أستاذ محمد صوري بشكرك. الخال محمد صوري بشكرك. بنا خليك وانا بشكرك. شكرا. شكرا. جبتني مع أخيك كبير وحبيبي. شكرا. عزيزي المشاهدين بكده يكون وسلنا للختام حلقة اليوم من حصد النهار. بكرة حلقة مميزة مع نجم آآ الكرة آآ المصرية الجوهرة السوداء احمد الكاس في حوار مهم جدا في حصد النهار. في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.